موسيقى الرئيسة السابقة لجمهورية صرب البوسنة بيليانا بلافزيتش تخرج حرة طليقة من السجن بعد ستة أعوام قضتها في سجن قرب العاصمة السويدية ستوكهولم بينما يحاكم الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراتجيتش أمام محكمة الجزاء الدولية ليغوسلافيا السابقة بلافزيتش البالغة من العمر 79 عاما مثلت أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لهاي عام 2003 بعد أن سلمت نفسها لمواجهة تهم تتعلق بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وواجهت حكما بالسجن لأحد عشر عاما كانت بلافزيتش من أقرب حلفاء زعيم صرب البوسنة السابق كاراتجيتش مطلع التسعينات من القرن الماضي تولت منصبه لرئاسة جمهورية صرب البوسنة عند انتهاء الحرب البوسنية عام 1995 كاراتجيتش كان قائدة والمرأة المجنونة اتبعت سياسة حزبه كان هو الوحش وكانت امرأة بلا قلب كانت تعرف انها تقتل اطفالا ونساء لكنها لم تكترث لحياة الاخرين في سبيل الوصول الى هدف اكبر تلافزيتش كانت ايضا علمة احياء وعرفت بانها المرأة الصربية الحديدية ابان حرب البوسنة بسبب مواقفها القومية المتطرفة وارائها المعادية للمسلمين عندما تركت العمل قالت على شاشة التلفزيون ان المسلمين هم مواد متعفن وراثيا هذه الحقيقة تشير الى انها ليست عالمة وتصريحها العنصري هذا يجب ان يسجله التاريخ هناك من يتذكر قساوة بلافزيتش لكن هناك من علف وجها اخر لها تأذت كثيرا وتحملت المسؤولية على عاطقها وكفرت عن خطاياها كانت تقول شعبي لم يخطئ وان كان على احد ان يجاوب عن اسئلة ويتحمل الذنب فسأكون انا لقد كانت مثلا يحتذي به الزعماء قرار الاعفاء عن بلافزيتش كان متوقعا بعد ان اجازت محكمة الجزاء الدولية ليكوسلافيا اطلاق صراحها المبكر اعترافها بالذنب والندم كان جزءا من صدقة لاسقاط تهم اخرى عنها من بينها تهمة الابادة انها حرة من كافة النواحي القانونية علينا ان نحترم ذلك عادت بلافزيتش الى بلجراد بطائرة رئاسية خاصة وذاكرتها مثقلة لتلتقي بعائلتها هناك يولا زهر الدين بي بي سي